يعد الأسبرين أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض أخر الأبحاث كشفت أن البدء بالعلاج بالأسبرين بعد الإصابة بجلطة دماغية خفيفة أو ما تعرف علميا باسم النوبة الإقفارية العابرة يحد بشكل كبير من الإصابة بجلطة دماغية كبيرة خلال الأيام التالية وقال أحد الباحثين أن دراسات سابقة وجدت أن أعطاء المريض خليطا مكثفا من العقاقير حد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان السبب من الأسبرين أو عقاقير أخرى بدأ الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 15 ألف مشارك في 12 تجربة قارنت بين العلاج بالأسبرين والعلاج بدونه بعد الإصابة بنوبة إقفارية عابرة وجدوا أن تناول الأسبرين حد من خطر تكرار الإصابة بجلطة دماغية خلال الأسبوع الستة التالية بنحو 60% كما تم الحد من خطر الإصابة بعدز أو جلطة دماغية قاتلة بشكل أكبر بصرف النظر عن الجرعة أو عمر المريض اكتشف الباحثون أيضا أن الأسبرين يحد من تجمع الصفائح الدموية ومن ثم يساعد على منع تكوين الجلطات الدموية التي قد تنتج عن تمزق وتآكل الصفائحات الدموية في الشرايين التي تزود المخ بالدم ويمنع الجلطات التي تسد الشريان أو توقف التدفق لسد شريان أصغر في المخ وبالتالي التعرض لجلطة دماغية مهبراهيم العربية